كابتن محمود عشور مزعلينه ليه في لغنة الحكية؟ طول الوقت أنا بسمع تفتحات منه ونزعلانه من دايوه بص يا كابتن محمود عشور طبعا هو أخ وصديق وحكم كبير طبعا لكن خلينا نتكلم احنا في بلد مؤسسة في دورة مؤسسات ايوه واتحاد الكورة مؤسسة من مؤسسات الدولة ما ينفعشي إلا نخرج عن النص أيا كان هو مين؟ مش بكلم على محمود وبعد كده نيجي نتهاون أو نتساهل لأ محمود أخ بقى وفي توقيت أنا كنت أتمنى أن المحمود يكون هادي لأن المحمود عارف إلا أنا يعني ما تبقى في مشكلة أنا قادر لأنا بحلها آه يعني كان في إحدى الحاجات الصغيرة كده في الإمارات وأنا حلتها له في ثانية ويوم هو كان زعلان كلمته في التليفون وقلته لأصبر لجهة الصبح وإنت هتلعب بكرة إيه الحاجات الصغيرة؟ برضو معلش يا كابتن محمود أنا أكلمك بصراحة أحدهم يسمع من الكابتن محمود عشور بس أنا منسمعش الجانب الآخر يعني برضو أنا عايز توضيحات أنا مش عايزك بس تمشي وراء لأن فيه ناس قولي بتاخد موضوع محمود عشور أيوة بتحطه بس أنا عايز أسأل سؤال صد معلش لا هو محمود عشور أصلا يوم خرج من القائمة الدولية خرج إزاي محمود عشور أخلي بالك بيجري كويس جدا آه لكن مين اللي خرج محمود عشور واللي هو يعني لا معرفش يلعب على الجانب النفسي المحمود آه محمود كان محتاج حد يكون قريب منه ويكلمه محمود كان في التوقيت ده كنت ممكن ترقيه موجود في الأولمبياد كحاكم ملعب محمود ما كانش بيسأد اختبار لأنه كان فيه ناس بتسلط عليه إنه هو نفسيا عايزة تحطمه مش عايزة يكون موجود أنا محمود عشور ده جريت من اللي جريت الحكام؟ من بره بقى ولا من اللي من أي مكان عايز أقول لك محمود عشور نجريت معه مرتين آه مرة جري معايا في حكام النغبة ونجح وعمل أداء رائع جدا ومرة نجح جري معايا في السادة الجيش في جهاز الرياضة كان من الوقت المتأخر الساعة 12 بالليل وأنا معرفش هم أخرونا ليه عشان نجري بالليل وكان خلي بالك يا محمود ومش عارف إيه وأنا عرفت أتعامل معاه نفسيا وجري زي الفل ونجح أنت خسرته محمود عشور كحاكم ملعب قبل ما تتكلمه عليه كفار مين اللي خسر؟ آه محمد الحنفي محمد الحنفي ده كان حكم على أعلى مستوى كان ممكن يتأجله الجري بتاقر شهر واحد اتضغط عليه عشان يجري والإصابة جات له وخرج من القايمة مين اللي خرج محمود باسيوني من القايمة عشان خطأ في ماتش مين اللي مكان طريق مجدي ومحمد الصباحي من زمان كان ممكن يكون في القايمة الدولية هو الناس نسيت مين يا كابتن؟ ما أنا بسأل أهو أنا بسأل لا ده اللي عايز سألك أنا بسأل حال حضراتكم اللي عملته كده؟ أنا كنت بحكم أنا كنت موجود في الملعب يعني عايز أقول لك تقصد أن اللي كان سابق فيه حاجات كتير حصلت وخرجت ناس وعملت في ناس جايين بتقولوا أنتو محمود عشور وأنتو هتوصلتم محمود عشور للمستوى ده بالعكس محمود عشور واحد مننا أصلا واحد من الحكام الكبار واحنا بنتمنى اللي محمود يكون موجود ده أنا قلت له أنا عايز أجري محمود عشان يجري وينجح ويلعب فجيتوا سيبتوا الدنيا وخدتوا محمود عشور وهو إحنا ضد محمود عشور لا إحنا مش ضد محمود عشور واللي بيقولوا المصريين لا المصريين يشتغلوا أنا بقولك على المستوى الشخصي كلهم مشتغلوا من أول أحمد الجرحي في الحكام صغار السن مرورا بأحمد ساهد بسعيد بحمدي فاتحي بمجدي كل الناس دي اشتغلت وبعدين اللي طلع قال له محمد فاروق عملي في الفتر اللي أنا أقول له أنا عمدت حكام من إحدى أهداف التطوير إنك تعمل حكام لأنا عمدت حكام في المحترفين اسألهم بخبراتي معاهم وتصميمي وشجحتي معاهم إنهم يلعبوا المنشآت الصعبة لأنا بقى عندي عشر حكام دلوقتي ممكن أطلعهم واحد واحد دلوقتي ويقولك يلعبوا في الدورة الممتاز مرورا أصلا ده شغل ما بطلعش أتكلم ولا أقول ولا بتاع في الدورة الممتاز الحكام اللي بتلعب صغر السن ده كان بلعبوا ماتش ولا اتنين ده حكام دلوقتي بلعبوا أهلي وزمالك بلعبوا أهلي وزمالك وشوفنا بصراح حكام مباشرين جدا وهتشوف كمان في بطش الأهلي والألمونيوم والزمالك وبروكسي حاكمين صغر السن اتفرج عليهم وشوفهم يلعبوا لأسبوع الجاي هايل هايل طيب وعمري شنو يلعب بكرة في بيرمتز ممتاز ده شغل احنا عمالناه لكن الناس ما عرفش فيه ايه بالزبط يعني انا مش عارف والله العظيم يعني الواحد ملتزم الصمت والودوق لأخصى ما تتخيل هم اتخذتوا كمان فكرة انتقاد بريلا ووصلوا ليك والبقى أعضاء اللجنة يعني هو لو كان انا عارف فاكر زمان كان يقولك ايه بريلا جاي عشان يتصدى للهجمات والانتقادات او الخبيل التحكيم الأجنبي بس هو الموضوع كمان تخطى بريلا ووصل لكم لأ انا قادر اوقف ايه حد عند حده يعني عشان الناس بتفهمش الطيبة لا انا قادر اوقف ايه لان انا اصلا عمرنا ما بنادي جاوز في حق احد وبنحترم الصغير وكبير لكن ده مش معناه ان الناس تطلع بقى تتهجم على المصريين وتقول المصريين ومش المصريين انت شايف رأيك ورأيك بمنتهى الامانة بالاحترام والأدب والزوء لكن ما تقوليش لا الرجل شغال اه لا الرجل شغال بريلا شغال اه شغال قوي شغال